تم تسجيل هذا الفيديو لطلبة مصاق الإحصاء لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع الجماعي بعد أن قمنا بالتطرق للمرحلة الأولى من المشروع الجماعي والتي تعنى بتصميم الأسئلة الخاصة لاستبانة البحث في الدرجة الأولى وتحميل وتوزيع استبانة البحث من خلال تطبيق Microsoft Forms لقد تمكننا من جمع البيانات وعينة البيانات المرحلة الثانية من المشروع الجماعي تهدف الآن لتنظيم هذه البيانات وعرضها باستخدام الجداول والرسوم البيانية هذه الاستبانة هي الاستبانة التي قمنا بتوضيح محتواها في المرحلة الأولى وتصميمها وتحميلها على تطبيق Microsoft Forms نهدف المرحلة الثانية لتحقيق أربعة أمور أو أربعة أهداف الهدف الأول تعلم كيفية تحضير جداول التوزيع التكراري للمتغيرات النوعية وتمثيل جداول التوزيع التكراري باستخدام الرسومات البيانية والتي تشمل على الرسم الأعمدة ورسم الدائرة إذن في نهاية هذا الفيديو سوف تتمكنون من تحضير جداول التوزيع التكراري للمتغيرات نوعية ورسمها باستخدام رسم الأعمدة ورسم الدائرة في نهاية هذا الفيديو أيضا سوف تتمكنون من تحضير جداول التوزيع التكراري للمتغيرات الكمية وتمثيلها باستخدام الرسومات البيانية مثل المدرج التكراري والمضلع التكراري في نهاية هذا الفيديو سوف تتمكنون أيضا من تحضير جداول التوزيع التكراري التراكمي للمتغيرات أيضا للكمية وتمثيلها باستخدام الرسم البياني وهو الذي يتمثل في المضلع التكراري التراكمي الصاعد أخيرا سوف تتمكنون في هذا الفيديو من تعلم كيفية ترسم شكل نقاط واحد على الأقل لمتغير كمي والإشارة إلى أي قيم شاذة في حال وجودها تمثل مجموعة البيانات التالية ردود الأفعال التي قمنا بالحصول عليها من 125 شخص الذين قاموا استكمال استبانة عن عادات التدخين بالنظر إلى العمود الأول سوف تشاهدون الرقم التسلسلي واحد يعني الشخص الأول ومن ثم عندما نقوم بالذهاب إلى آخر الرقم الرقم 125 يدل بأن هذا الصف يمثل ردود الأفعال التي قام آخر شخص بإعطائها على سبيل المثال المتغير في العمود هذا يمثل الجنس ذكر أو أنثى وهو متغير نوعي متغير في العمود التالي يمثل العمر وهو متغير كمي رقمي العمود الثالث يمثل الجنسية وأيضا هو متغير نوعي متطلب الأول من المرحلة الأولى هو يتمثل بتحضير جداول توزيع تكرارية لمتغيرات نوعية مع رسوماتها سوف أقوم باختيار الجنسية على سبيل المثال لكي نقوم الآن من استخدام تطبيق Microsoft Excel لتحضير جداول التوزيع التكراري والرسومات البانية للجنسية أول شيء لا بد أن نقوم به هو تضليل العمود كامل D بشكل كامل من الأعلى ومن ثم نسخ العمود من خلال الضغط بالزر الأيمن ومن ثم اختيار Copy أو نسخ أو استخدام Ctrl-C الأمور المختصرة في النسخ الآن يجب أن نقوم بفتح صفحة جديدة أو إنشاء صفحة جديدة لكي نتمكن منها إجراء التحليل الإحصائية لمتغير الجنسية ومن ثم وضع المؤشر هنا في الأعلى ومن ثم الضغط Ctrl-V أو لصق أو اختيار Paste وضع البيانات هنا الآن سوف تشاهدون اسم المتغير الجنسية وبما ذلك أيضا الجنسيات التي قام الأشخاص الذين شاركوا بإعطائها مثل جنسية الشخص الأول روسيا الثاني أفغانستان الثالث باكستان الرابع الإمارات وهكذا الآن تمثل مجموعة البيانات هذه بيانات غير مجدولة نود أن نقوم بعملية جدولتها باستخدام الجداول لذلك لابد أن نقوم بتضليل اسم المتغير الجنسية بما في ذلك جميع العناصر التي توجد في مجموعة البيانات هذه حتى آخر عنصر نرجو الالتزام بالتحديد الدقيق تجنب تضليل الخلايا الخالية آخر خلية بها الجنسية السورية لذلك سوف نكتفي بهذا الأمر من التضليل الآن يوجد خاصية مهمة جدا في الميكروسوفت إكسل تستخدم لإجراء التحليلات الإحصائية وجدولة البيانات وتحضير جداول التوزيع الدكراري بالضغط على الزر الإنسرت أو ما يسمى بالإدراج باللغة العربية ومن ثم يوجد هنا خاصية البيفو تايبل التي لابد أن نقوم من تعلمها طبعا قبل الضغط عليها دعونا نقوم بإعادة تسمية لهذه الورقة بدل من شيت ون ممكن أن نضغط بالزر الأيمن ومن ثم إعادة تسمية وهي تمثل الجنسية إذن الجنسية أوكي الآن دعونا الآن نقوم بتحويل مجموعة البيانات غير المجدولة إلى بيانات مجدولة الضغط على إنسرت ومن ثم بفو تايبل سوف تظهر شاشة جديدة أمامنا سوف يطلب مننا في الفقرة الأولى اختيار البيانات التي نريد تضليلها ولقد قمنا أوريلي بتضليل وتحديد البيانات لذلك لا داعي من تغيير أي شيء هنا أما في الخيار الثاني يقوم بسؤالنا أين نود أن ننتج التحاليل الإحصائية هل نود أن يتم إنشاء التقرير في الصفحة ذاتها الجنسية أو في صفحة جديدة دعونا نترك الأمور كما هي في صفحة جديدة ونضغط على أوكي سوف تنشأ صفحة جديدة فيها اسم المتغير الجنسية الذي قمنا بتضليله في الصفحة هذه دعونا نعود للصفحة ثانية الآن وهذا هو شكل البيفو تيبل أو التحاليل الإحصائية التي يقوم مايكروسوفت إكسل بإنشائها أرجو منكم الضغط على اسم المتغير ومن ثم الاستمرار بالضغط وسحبه ووضعه في خانة الصفوف الروز سوف تشاهدون بأن مايكروسوفت إكسل لقد قام بمسح 125 قيمة هنا وترتيبها أبجديا من الألف إلى الياء وذكر الجنسيات حيث مثلا الجنسية هذه أفريقيا الجنوبية من ثم أفغانستان الأردن الإمارات البحرين السودان وهكذا لقد عمل عمل جيد مايكروسوفت إكسل الآن نريد من المايكروسوفت إكسل أن يقوم بعملية العد كم شخص من 125 هم من أفريقيا الجنوبية كم شخص من 125 وهكذا لابد أن نقوم أيضا بالضغط على نفس المتغير الجنسية واستمرار بالضغط وسحبه ولكن الآن وضعه في خانة الـ values أو القيم الآن سوف تنظرون وتشاهدون بأن الإكسل قام بالعد يوجد شخص واحد من أفريقيا الجنوبية 2 من أفغانستان 8 من الأردن 23 من الإمارات وهكذا مجموعة الأشخاص 125 الآن نريد نسخ الجدول هذا ونقله إلى صفحة الجنسية أثناء التضليل أرجو منكم الالتزام بهذا الأمر تضليل البيانات من دون العنوين نظرا لأن هذه الأسهم تشمل على كودات إذا قمنا بنسخها سوف تقوم بتعطيل العمل لذلك أرجو عدم نسخها ومن ثم Ctrl-C الذهاب إلى الجنسية ووضع البيانات هنا ومن ثم Ctrl-V الآن العمود الأول يمثل الجنسية العمود الثاني يمثل التكرار عمود التكرار الآن لابد أن نقوم بحساب التكرار النسبي لكل جنسية وأيضا النسب المئوية النسب المئوية أيضا لكل جنسية أوكي الآن للقيام بذلك التكرار النسبي هو تكرار كل فئة نسبة إلى الإجمال وقد تعلمنا في الفصل الثاني أننا نقوم بحسابه من خلال قسمة التكرار لكل فئة على الإجمال لذلك لابد أن نقسم 1 على 125 باستخدام الإكسل لابد أن نضغط نضع المؤشر في المكان الذي نريد من خلاله إبراز النتيجة ونضغط على يشاوي ومن ثم تضليل الواحد سوف يعطيني E3 وهو الخلية العمود رقم 3 والصف العمود E والصف رقم 3 قسمة تقسين 125 ومن ثم نضغط سوف يقوم الإكسل بحساب التكرار النسبي الآن هل يجب أن نعيد نفس العملية لكل الجنسيات لا عند وضع المؤشر هنا في الجزء السفلي من جهة اليمين سوف تظهر إجارة زائد باللون الأسود من ثم لابد أن نقوم بالسحب ولكن ما الذي حدث ظهرت بعض الأخطاء دعونا نرى ما الخطأ لماذا لم تظهر القيم عند الضغط على الخلية الثانية عندما قمنا بالسحب تحركت المؤشر من الواحد إلى الاثنين وأيضا ماذا حدث تحرك المجموع من 125 إلى الأسفل فبالتالي فبالتالي أريد أنا أريد أنا تحريك الخلية باللون الأزرق وتثبيت الخلية باللون البني لذلك دعونا القيام بمسح هذه الإجابات ومن ثم الضغط مرة أخرى هنا ونستخدم ما يسمى بخاصية دولار لتثبيت الصف إذا نضع إشارة دولار قبل الصف وقبل العمود ومن ثم نضغط يساوي والآن دعونا نجرب مرة أخرى السحب بالتكرار النسبي بالشكل السليم ذكرنا في السابق مجموعة تكرارات النسبية لأي جدول توزيع تكراري لابد أن يساوي الواحد بالنسبة للنسبة المئوية كيف نقوم بحسابتها هي عبارة عن التكرار النسبي ضرب مئة استخدام مايكروسوفت إكسل لابد أن نضغط على يساوي عند الضغط نقوم من الطلب بإكسل بتنفيذ عملية حسابية رياضية ومن ثم نضغط على هذه الخلية التكرار النسبي ومن ثم أضغط يساوي أو أضغط Enter أو إدخال ما الذي حدث هذا هو النسبة المئوية هي نفسها التكرار النسبي سوف أقوم أيضا بالسحب ولكن يوجد هنا خاصية هذا الزر وهو معني بتحويل إلى نسب مئوية أو عرض البيانات باستخدام النسب المئوية فعند الضغط سوف يقوم بتحويلها وأيضا من الممكن أن نتحكم بعدد المنازل العشرية أن نريد منزلة منزلتين أو ثلاث منازل وأيضا تقليل المنازل في الزر الآخر بذلك الآن في هذه الأعمدة نقوم قد قمنا باستكمال الجدول التوزيع التكراري للمتغير النوعي وهو الجنسية من الممكن لكم القيام بالتنسيق بمعنى وضع البيانات بشكل منظم في المنتصف ومن ثم وضع إطار للجدول أمور هذه أمور فنية يكون الطلبة معنيين فيها هي ليست أمور إحصائية ولكم الحرية بالتنسيق بالشكل الذي تحبونه الآن كيف من الممكن أن نقوم بعرض الرسوم البيانية وهما المتطلبات الموجودة أمامنا وهي رسم الأعمدة ورسم الدائرة أوكي للقيام بتحضير رسم أعمدة لابد أولا أن نقوم بتضليل الجنسيات والتكرار لكل جنسية ومن ثم الضغط على insert أو إدراج ومن ثم الضغط على هذه الإيكونة وهي insert column أو مدرج تكراري أوكي أو رسم الأعمدة ومن ثم اختيار الرسم الأول كما تشاهدون أمامكم أوكي طبعا من الممكن التنسيق بالشكل الذي تفضلونه هل تحبون عرض الجنسيات على المحور الأفقي موجودة أما المحور العمودي التكرارات هل تريدون مثلا عرض الأرقام أو هل تكتفون بهذا الأمر هذه أمور كما ذكرت في السابق هي أمور معنية بكم أكثر إذن الآن الرسم الأول يمثل رسم الأعمدة من الممكن أن نعمل إعادة تسمية ونقوم بتسمية رسم الأعمدة الأعمدة وهي لمتغير الجنسية أوكي كما تشاهدون الآن من الواضح أن أطول الأعمدة هو هذا العمود بالتالي معظم الأشخاص الذين قاموا بالمشاركة هم من دولة الإمارات عددهم 23 شخص فهذا الهدف من تنظيم البيانات وتلخيصها الآن يجب علينا أيضا القيام بإجراء رسم الدائرة ورسم الدائرة أيضا سوف نقوم بتضليل الجنسيات والتكرار ومن ثم الضغط على insert واختيار هذا الزر الذي يشمل على الدائرة insert إذا أردنا ثنائي الأبعاد من الممكن ثلاثي الأبعاد أيضا من الممكن ومن ثم اختيار التنسيق المناسب لنا إذا أردنا أن نعرض النسب إذا أردنا أن نعرض الفئات إذن عملية التنسيق يكون نكون معنيين فيها أكثر ممكن أن نختار هذا التنسيق على سبيل المثال بحيث أن تظهر النسبة المئوية لكل جنسية ومن ثم سوف نقوم أيضا بإعادة التسمية هذا هو رسم الدائرة لأيضا الجنسية أوكي يجب التنويه بأنه لابد أن نقوم بتكرار التحليل والرسومات التي قمنا بإجرائها لكل متغير نوعي يعني على سبيل المثال الجنس هذا العمود أو مثلا نوع السجائر أو الدخان الأكثر تفضيلا سبب التدخين جميع المتغيرات النوعية الآن نقوم قد استكملنا الهدف الأول من المرحلة الثانية الهدف الثاني هو القيام بتحضير جداول وأيضا رسومات بيانية لمتغيرات كمية على سبيل المثال العمر سوف نقوم بنسخ العمر ومن ثم فتح صفحة جديدة هنا وأيضا لسق البيانات عن العمر هنا قبل البدء بالتحليلات دعونا نقوم بإعادة تسمية الصفحة وتسميتها العمر الآن بما أنه انتهينا من الجنسية فلا داعي من الممكن أيضا أن نقوم بحذف صفحة التحليل الإحصائية الخاصة بالجنسية دليل من الممكن أيضا نحذفها والآن نقوم بإجراء التحليلات ذاتها لمتغير العمر لابد أولا أن نقوم بالتضليل تضليل ليس العمود كاملا ولكن أرجو منكم الانتباه تضليل اسم متغير فقط حتى آخر قيمة يجب تجنب تضليل العمود كاملا أوكي والآن الضغط على insert ومن ثم pivot table لقد قمنا بتحديد البيانات وأيضا نريد إنتاجها في صفحة جديدة التحليل الإحصائية ضغط على أوكي ومن ثم سوف نقوم بالضغط على العمر واستمرار وسحبه في خانة الروز الآن انظروا إلى جهة اليسار ما الذي حدث لقد قام الـ Excel بترتيب الأعمار من أصغر عمر 17 إلى أكبر عمر 84 في مجموعة البيانات الآن أود من Microsoft Excel أن يقوم أيضا بعد كم شخص من الأشخاص كانوا بعمر السبعطاش كم شخص شاركوا كانوا بعمر الثمنتاش وهكذا ذلك سوف نقوم بالضغط وسحبها إلى خانة الـ values الآن ما الذي نشاهده في جهة اليسار 119 شخص هل هم في عمر السبعطاش العينة تشمل على 125 من أين حصلنا على إجمال 2668 الآن إذا تلاحظون في الأعلى عنوان هذا العمود سم يعني مجموع العمر بمعنى أن Microsoft Excel يقوم بعملية جمع إذا كان عندي سبع أشخاص بعمر السبعطاش فإن سوف نذهب هنا في جهة اليمين إلى هذه الخانة ونضغط على الساهم هذا سوف تظهر قائمة ويجب علينا القيام باختيار آخر خيار Value Field Settings ومن ثم تعديل العملية هنا سوف يسأل Excel ما هو نوع العملية هل تريد جمع لا لا أريد جمع أريد Count أريد أن تقوم بعد الأعمار ومن ثم الضغط على OK الآن Excel قام بالعد وإبلاغي بأنه يوجد سبع أشخاص في عينتي بعمر السبعطاش تسعتاشر شخص بعمر الثمنتاش وهكذا مجموعة الأشخاص مئة وخمسة وعشرون أريد أن أؤكد مرة أخرى الآن يجب أن نضلل من دون العنوان نظرا لأن هذا العنوان يشمل على بعض الكودات ونسخ البيانات ومن ثم الذهاب إلى صفحة العمر ولسق البيانات هنا من جديد إذن الآن قبل اللسق وقبل نسخ البيانات أود أن ألفت انتباه حضراتكم دعونا نرجع إلى صفحة البيوت تيبل الآن بالنسبة لهذه القيم الموجودة في الجدول هي قيم تشمل هي بيانات مجدولة حولنا مجموعة البيانات غير المجدولة هذه إلى قيم مجدولة ولكن عملية جدولتها كانت باستخدام قيمة واحدة يعني عندي سبع أشخاص بعمر السبع أريد أن أقوم باستخدام جدولة البيانات باستخدام الفئات مثلا من عمر السبع إلى عمر الواحد وعشرين من عمر الاثنين وعشرين إلى هكذا فللقيام بذلك لابد الآن من وضع المؤشر هنا ومن ثم الضغط في الزر الأيمن وسوف تلاحظون هنا خاصية تسمى جدولة سوف تظهر شاشة جديدة تبرز 17 هو أصغر قيمة و84 أكبر قيمة ومن ثم سوف يتم سؤالنا ما هي فئة أو سعة الفئة التي نريد استخدامها هل نريد استخدام سعة فئة عشرة أو خمسة أو دعونا مثلا على سبيل المثال نجرب سعة الفئة خمسة وبالضغط على أوكي سوف تشاهدون بأنه قام الإكسل بإبلاغي بأنه يوجد 84 شخص من 17 إلى 21 سنة ويوجد 20 شخص من 22 وهكذا نلاحظ الآن وجود 9 فئات وعددها كبير لو أردنا الضغط مرة أخرى على أجروب وأردنا تغيير سعة الفئة بدلا من خمسة من الممكن أن نجرب مثلا سعة فئة بمقدار 10 الآن من الملاحظ أن 104 أشخاص من أصل 125 من عمر 17 إلى 26 مضم في عينتي فبالتالي الآن من الممكن أن ننسخ هذا الجدول Ctrl-C وأن نذهب إلى صفحة العمر ومن ثم Ctrl-V ونلسق والآن كما تشاهدون أمامنا العمر ومن ثم التكرار في العمود الثاني ومن ثم أمامنا حدود الفئات حدود الفئات سوف نقوم بكتابة الحد الأدنى ومن ثم بكتابة الحد الأعلى الأعلى ومن ثم حساب التكرار النسبي النسبي وأيضا النسب المئوية وسوف نقوم بحساب أيضا مركز مركز الفئة الفئة لكل من الفئات الموجودة أمامنا أوكي الحد الأدنى كما تشاهدون الفئة الأولى 17 سوف نقوم بكتابتها من ثم 27 ثم 37 47 57 و77 عملية اتباعة الآن بالنسبة للحد الأعلى الفئة الأولى 26 ومن ثم 36 دعونا نقوم بكتابتها أوكي الآن بالنسبة للتكرار النسبي هو التكرار لكل فئة تقسيم إجمالي التكرارات لذلك سوف نقوم بالضغط على يساوي تحديد المئة وأربعة تقسيم المئة وخمسة وعشرين ومن ثم استخدام إشارة الدولار أوكي لتثبيت المئة وخمسة وعشرين ومن ثم سوف يقوم الإكسل بحساب التكرار النسبي ضغط على إشارة الزائد ومن ثم الصحب للحصول على التكرارات النسبية أما بالنسبة للنسبة المئوية نقوم بضرب التكرار النسبي بمئة نضغط على يساوي أو من الممكن أيضا بضع المؤشر هنا والسحب ومن ثم اختيار الزر الذي يمثل إشارة النسب المئوية بالنسبة لمركز الفئة كما ذكرنا في الفصل الثاني هو عبارة عن الحد الأدنى زائد الحد الأعلى قسمة 2 سوف نقوم باستخدام خاصية الحسابات في الإكسل ضغط على يساوي من ثم نفتح كوس نحدد الحد الأدنى زائد الحد الأعلى نغلق الأقواس ومن ثم نقسم على 2 وسوف يقوم الإكسل بحساب مركز الفئات لتكرار نفس العملية للفئات الأخرى عند مشاهدة إشارة الزائد بالأسود نضغط ونسحب مركز الفئة الأولى 21.5 يعني 26.21.5 وهكذا أيضا عملية التنسيق هي عملية لكم الحرية فيها الآن هذا هو الجدول وهذه هي المتطلبات الآن كيف نقوم بتحضير الرسومات والرسومات المطلوبة هي الهدف الثاني المدرج التكراري والمضلع التكراري مدرج التكراري الأعمدة ترسم بشكل متلاسق بحيث توجد الفئات على المحور الأفقي أما المحور العمودي التكرارات فبالتالي دعونا نضلل التكرار ومن ثم الضغط على insert والآن اختيار الرسم هذا اللي هو المضلع التكراري الآن بالنظر إلى المضلع التكراري سوف تنظرون وتقولون الأعمدة ليست متلاسقة إذن هذا رسم أعمدة ولكن بإمكاننا أن نقوم بتقليل الفراغات ما بين الأعمدة سوف وضح ذلك ولكن بالنظر إلى المحور الأفقي لابد أن تكون الأعمار أو الفئات موجودة لذلك لتعديلها يجب الضغط على select data أو تحديد البيانات ومن ثم كما تشاهدون الhorizontal access أو المحور الأفقي سوف نقوم بتعديل البيانات واختيار البيانات هذه والآن سوف تتغير البيانات على المحور الأفقي والضغط على OK الآن أيضا من الممكن أن نقوم أيضا بتحديد عنوان هنا المدرج المدرج التكراري لمتغير العمر أوكي كما تشاهدون الأعمدة ليست متلاسقة الآن قم بالضغط على أي من الأعمدة ومن ثم الضغط بالزر الأيمن واختيار الفرمات data series سوف تظهر قائمة جهة اليمين سوف يسأل ما هو ساعة gap with الفراغات ما بين الأعمدة يوجد ساعة الآن لو قمت بزيادتها على سبيل المثال 400 ما الذي سوف يحدث سوف تزيد الفراغات ولكن لا نريد تقليلها أن تصبح صفر بالتالي الأعمدة رسمت متلاسقة الآن وهذا المدرج التكراري لو أردنا أن نحلل انحراف المدرج هو متماثل أو منحرف إلى اليمين أو منحرف إلى اليسار سوف نلاحظ بأنه منحرف إلى اليمين حيث أن أغلبية الأشخاص الذين شاركوا بهذه الاستبانة تراوح عمارهم من 17 إلى 26 سنة أوكي الآن الرسم الآخر هو يمثل المضلع التكراري المضلع التكراري يرسم للتكرارات لذلك يجب تضليل التكرارات أولا ومن ثم الضغط على insert ومن ثم الضغط على هذا الذي هو insert line واختيار الرسم الأول هذا هو المضلع التكراري الآن بالنظر إلى المضلع التكراري ممكن أيضا تنسيق بحيث لو أردنا أن نظهر الأرقام أو التكرارات على المحور ممكن أيضا أن نظهرها اتفقنا في الفصل الثاني بأنه يتم رسم المضلع التكراري بحيث يتم عرض مراكز الفئات على المحور الأفقي والتكرارات على المحور العمودي التكرارات موجودة على المحور العمودي ولكن يجب تعديل المحور الأفقي من خلال اختيار select data ومن ثم edit تعديل البيانات على المحور الأفقي كما تشاهدون يالآن 1 2 3 4 5 6 نريد تعديلها باستخدام أو استبدالها باستخدام مراكز الفئات تم استبدالها الضغط على OK والضغط على OK وهذا هو أيضا المضلع التكراري من الممكن أن نسمي المضلع التكراري لأيضا متغير العمر أوكي الآن سوف نقوم بتحضير المتطلب الثالث من المرحلة الثانية جداول التوزيع التكراري التراكمي أيضا لمتغيرات كمية والمضلع التكراري التراكمي الصعد أوكي للقيام بذلك يجب أولا أن نقوم ب أولا دعونا نقوم ببعض التعديلات بالنسبة أوكي أولا يجب أن نقوم بنسخ الحد الأدنى والحد الأعلى لكل الفئات إذن قمنا أولا بنسخ الحد الأدنى والحد الأعلى للفئات أوكي الآن لابد أن نقوم بحساب الحد الأدنى الأدنى الفالي ومن ثم التكرار التراكمي ومن ثم التكرار التراكمي النسب ومن ثم النسب المه أوكي أوكي إذن دعونا نستكمل كل من الأعمدة الموجودة أمامنا الآن سوف سوف نقوم أولا الحد الأدنى الفعلي كما ذكرنا في السابق في الفصل الثاني هو عبارة عن الحد الأدنى ناقص نصف فبالتالي سوف نضغط على اليساوي نضل السابعتاش ناقص 0.5 ومن ثم 16.5 نضع المؤشر هنا ونقوم بالسحب الحد الأعلى الفعلي هو الحد الأعلى زائل النصف فبالتالي سوف نضع المؤشر نضغط على اليساوي تضليل ال 26 زائل النصف ومن ثم سوف نقوم أيضا بوضع المؤشر هنا وسحب البيانات بالنسبة للتكرار التراكمي هو يمثل التكرارات التي تقع أسفل الحد الأعلى لكل فئة والجدير بالذكر بأن جدول التكرار التراكمي كما ذكرنا في الفصل الثاني الحد الأدنى للفئة الأولى يستخدم كحد أدنى لكل الفئات لذلك يجب نسخ السبع وإستخدامها لكل الفئة الآن بالنسبة لتكرار التراكمي للفئة الأولى من 17 إلى 26 ما يساوي ونستخدم قيمة التكرار 104 نفسها بالنسبة للتكرار التراكمي من 17 إلى 36 سوف نقوم بجمع 104 زائد 10 لذلك نضغط يساوي ونستخدم خاصية السم أو الجمع الموجودة في الأكسل سوف نقوم بجمع أول مقدار 104 زائد 10 ونضغط يساوي بالنسبة للخلية التالية تكرار التراكمي كذلك الحال سم وسوف نقوم أيضا بجمع التكرار لأول ثلاث فئات لأول ثلاث فئات وأيضا سوف نقوم بالنسبة للفئة الرابعة استخدام الصم لأول أربع فئات وأيضا سوف نقوم استخدام الصم لأول خمسة فئات وآخر فئة التكرار التراكمي لابد أن يشمل على الإجمال 125 سوف نقوم بجمع تكرارات كل الفئات وهذه 125 الآن تكرار التراكمي النسبي هو تكرار التراكمي قسمة الإجمال 125 فسوف نقوم بوضع المؤشر هنا نضغط على يساوي ومن ثم التكرار التراكمي قسمة 125 وسوف نقوم وضع المؤشر ومن ثم الصحب للحصول على البيانات بالنسبة للتكرار التراكمي المئوي سوف نضغط على يساوي من ثم نأخذ القيم ونكرر القيم ومن ثم نقوم بتحويلها إلى نسب مئة مئة باستخدام البرسنت ستايل وتحكم بعدد المنازل العشرية إذن هذا بالنسبة للمطلبات المرحلة أو المخرج الثالث من المرحلة الثانية الآن لابد أن نقوم برسم جداول التكرارات التراكمية باستخدام المضلع التكراري الصاعد كيف نقوم باستخدام المضلع التكراري الصاعد لابد أن نقوم بوضع الحد الحد الأعلى الفعلي لكل فئة على المحور الأفقي أما المحور العمودي لابد أن نقوم بوضع التكرار التراكمي لذلك يجب أن نقوم بتطليل التكرارات التراكمية ومن ثم الضغط على insert ومن ثم insert line واختيار هذا الرسم والآن كما تشاهدون التكرارات التراكمية موجودة على المحور الأفقي كما تشاهدون 104 114 ولكن المحور العمودي أما المحور الأفقي يجب تعديل القيم لكي تتمثل الآن بالحد الفعلي الحد الأعلى الفعلي لكل فئة بدل من 1 و2 و3 و4 و5 و6 لذلك سوف نضغط على select data ومن ثم تعديل البيانات اختيار البيانات على المحور الأفقي horizontal access edit تعديل ومن ثم سوف نقوم باختيار الحد الأعلى الفعلي لكل فئة الضغط على ok كما تشاهدون تعدلت القيم الآن هنا وأيضا الضغط ok وهذا هو الرسم النهائي بالشكل السليم من الممكن أيضا أن نسمي الرسم بالمضلع المضلع التكراري الصعد سوف نقوم بتكرار جميع التحاليل والرسومات لكل المتغيرات الكمية الموجودة من ضمن البحث الآن أيضا من الممكن حذف هذه صفحة التي قمنا بتحليل التحليل الإحصائية فيها لأنه لا تلزمنا الآن المتطلب الأخير من المشروع هو رسم شكل نقاط واحد على الأقل لمتغير كمي والإشارة إلى أي قيمة شاذة في حال وجودها بالذهاب إلى البيانات الخام السؤال الثاني هو سؤال عن متغير كمي السؤال كان كم مرة تقوم بالتدخين في اليوم الشخص الأول مرة واحدة الشخص الثاني فهو متغير كمي منفصل فنريد الآن بتحضير شكل نقاط سوف نقوم بنسخ البيانات مثل العادة ومن ثم فتح صفحة جديدة ومن ثم لسق البيانات هنا وعادة تسمية الصفحة لأن هذا السؤال الثاني بالتالي من الممكن أن نسميها السؤال أو سين السؤال الثاني السؤال الثنين في البحث الآن أمامنا مجموعة بيانات غير مجدولة يجب أن نقوم بجدولتها من خلال التضليل اسم المتغير كيوتو حتى آخر قيمة أرجو الانتباه عدم تضليل العمود كامل يجب أن نكون دقيقين في التحديد الضغط على insert ومن ثم pivot table البيانات already محددة ونريد إبراز pivot table أو التقرير في صفحة جديدة لذلك يجب الضغط على ok فتحت صفحة جديدة فيها المشكل الذي تشاهدونه يجب الضغط على السؤال الثاني كيوتو اللي هو اسم المتغير ومن ثم سحبه وضعه في خانة rose الآن قام الexcel بمسح البيانات وترتيبها من أصغر قيمة شخص قال أنه يدخ مرة واحدة في اليوم إلى أعلى قيمة الذي قال 72 مرة هذا رقم عالي جدا إذا كان في اليوم الآن سوف نقوم أيضا من الطلب بإكسل بالعد كم شخص قال مرة وهكذا مثل ما قمنا بالمثال السابق ذلك يجب الضغط هنا وصحب المتغير إلى خانة الفاليوز كما تشاهدون الإكسل يقوم بعملية جمع لابد أن نقوم بتعديل sum من خلال الضغط على هذا السهم ومن ثم تظهر قائمة اختيار آخر خيار ومن ثم بدل من استخدام sum يقوم باستخدام العد إذن 16 شخص من أصل 125 يدخنون مرة واحدة في اليوم عدد لا بأس به 4 يدخنون مرتين 23 يدخنون عشر مرات وهكذا أوكي الآن نريد أخذ هذه البيانات بدون العنوين كما ذكرنا في السابق إلى صفحة السؤال الثاني ومن ثم وضع البيانات هنا وعندنا هنا يمثل العمر العمود الأول عمر الأشخاص ومن ثم التكرار ونريد الآن رسم شكل الدائرة أو شكل النقاط يجب 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 أن نقوم بتضليل التكرارات ومن ثم الضغط على ومن ثم اختيار هذا الرسم رسم الأعمدة واختيار الرسم الأول سوف تقومون بالنظر وتقولون هذا ليس شكل نقاط بل هو رسم أعمدة سوف نقوم الآن بتغييره إلى شكل النقاط كما تشاهدون الأعمار تبدأ من واحد اثنين بالنسبة للمرات هذه ليست الأعمار هذه بالنسبة لعدد مرات التدخين دعونا نعدل هذه مرات التدخين التدخين في اليوم الواحد شخص قال عدد الأشخاص الذين يدخنون مرة 16 شخص 4 أشخاص يدخنون مرتين 12 شخص وهكذا لذلك يجب أيضا تعديل البيانات على المحور الأفقي لتعكس هذه القيم لذلك بالضغط هنا سوف نقوم باختيار design ومن ثم select data واختيار البيانات على المحور الأفقي يابد أن نضغط على edit ومن ثم تحديد هذه البيانات الضغط على ok الضغط على ok اذا واضح أن البيانات تعدلت بدأت من 1 إلى 72 ولكن هذا ليس شكل نقاط نريد أن نحوله إلى شكل نقاط ومن الممكن أن نقوم بذلك بسهولة أرجو منكم الضغط على أيمن الأعمدة ومن ثم استخدام الزر الأيمن واختيار آخر خيار في القائمة format data series ومن ثم الانتظار نريد الآن تحميل صور أو شكل لنقطة من استخدام الشبكة لذلك لذلك دعونا الآن الذهاب إلى الشبكة وكتابة مثلا dot والبحث عن صورة ما ومثلا أخذ هذه الصورة من الشبكة وتخزينها على سطح المكتب أو في مكان مناسب بأي اسم مثلا dot نقطة اللي هو شكل النقاط dot blot الان سوف نعود إلى القائمة في جهة اليمين ونضغط على صندوق fill and line التلوين هذا ومن ثم اختيار fill ملء الأعمدة نريد ملء الأعمدة بماذا بصور ونريد ايضا اختيار الصور من ملف بالضغط على file ومن ثم الذهاب إلى سطح المكتب واختيار هذه النقطة ممكن اختريار أي صورة ولكن نريد التعامل مع شكل النقاط الآن يوجد 16 شخص قاموا بتدخين مرة واحدة في اليوم لذلك يجب أن يكون في العمود الأول 16 نقطة ولكن يوجد نقطة واحدة الآن يوجد ثلاث خيارات stretch شد النقطة لا نريد stack with scale of one نريد أن يتم وضع النقاط فوق بعضها بنقطة واحدة حسب التكرارات الآن اختيار قاموا بإبلاغنا بأنهم يكونون بالتدخين مرة واحدة في اليوم إذن الشكل الذي يوجد أمامنا يمثل شكل نقاط سليم كما تشاهدون هذا هو شكل النقاط بنظر إلى شكل النقاط نلاحظ وجود قيمة شاذة الشخص الذي ذكر بأنه يدخن 72 مرة في اليوم الواحد يعد قيمة شاذة إذن هذا هو المتطلب الأخير بالنسبة أن تكونوا قد استمتعتوا بمشاهدة هذا الفيديو المسجد للمرحلة الثانية وأمل أن يثري هذا الفيديو مع عرفكم ويسهل عملية تحضيركم للمرحلة الثانية شكرا لكم لمشاهدة الفيديو وأرجو لكم كل التوفيق في المرحلة الثانية من المشروع الجماعي